السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب الصف السابع في درس جديد من دروس مادة الفيزياء سنتعرف في درسنا هذا على مفهوم الضغط والعوامل التي يتوقف عليها الضغط وقانون الضغط لنبدأ الآن بمفهوم الضغط من خلال التجربة الآتية نأخذ وعاءا بلاستيكيا ونضع فيه كمية من الرمل الناعم ونضع قطعة من الخشب على شكل مستطيل فوق الرمل بحيث تلامس سطحه الأفقي ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أعزائي الطلاب لاحظوا معي انغراس قطعة الخشب قليلا في الرمل والآن نعيد التجربة السابقة ونضع جسما ثقله W فوق القطعة الخشبية نلاحظ يزداد عمق قطعة الخشب داخل الرمل ازداد عمق قطعة الخشب داخل الرمل وسبب ذلك هو زيادة شدة القوة المؤثرة على الرمل حيث أن القوة الأكبر تعمل على تحريك الجسم ليغوص مسافة أكبر بينما القوة الصغيرة حركت القطعة الخشبية مسافة أقل نستنتج أعزائي الطلاب أن مقدار انغراس قطعة الخشب يتعلق بثقلها حيث يزداد بزيادة ثقل القطعة الخشبية والآن نعيد التجربة ولكن نأخذ قطعة خشبية ثانية لها نفس ثقل القطعة الخشبية الأولى ولكن سطحها أكبر مساحة سطحها أكبر لاحظوا معي مساحة السطح أكبر من القطعة الخشبية الأولى ماذا نلاحظ؟ نلاحظ انغراس قطعة الخشب بشكل أقل من القطعة الأولى نستنتج أن مقدار انغراس قطعة الخشب يتعلق بمساحة قاعدتها حيث يقل انغراس قطعة الخشب بزيادة مساحة القاعدة ومن هنا أعزائي أتت الحاجة إلى دراسة الضغط ما هو الضغط؟ الضغط هو القوة المؤثرة عاموديا هو القوة المؤثرة عاموديا على وحدة المساحة من السطح التي تؤثر فيه يتوقف الضغط على عاملين هما أولا يزداد الضغط بزيادة شدة القوة الضغطة كما ذكرنا في المثال السابق يزداد الضغط بزيادة ثقل القطعة الخشبية أو شدة القوة الضغطة فالعلاقة هنا بين الضغط وشدة القوة الضغطة علاقة ترضية أي يزداد الضغط بزيادة شدة القوة الضغطة أو ينقص الضغط بنقصان شدة القوة الضغطة أما العامل الثاني يزداد الضغط بنقصان مساحة السطح الذي تتوزع عليه القوة وهنا العلاقة بين الضغط ومساحة السطح علاقة عكسية لاحظوا معي أعزائي الطلاب العلاقة بين الضغط والمساحة كلما ازداد الضغط نقصت المساحة أو كلما كانت المساحة أقل ازداد الضغط كلما زادت المساحة انخفض الضغط لاحظوا معي ازدادت المساحة انخفض الضغط فالعلاقة بين الضغط والمساحة السطحة علاقة عكسية أي يزداد الضغط بنقصان مساحة السطح أو ينقص الضغط بزيادة مساحة السطح العلاقة عكسية يزداد الضغط بنقصان المساحة سأقوم بطرح سؤال عليكم أعزائي الطلاب هل حاولتم السير على ثلج؟ لا بد أن أغلبنا حاول السير على الثلج ولكن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أننا عندما نحاول السير على الثلج نجد أن أقدامنا تنغرز في الثلج ماذا نفعل؟ هنا نقوم بوضع مزلاجين في أقدامنا ونحاول السير من جديد على الثلج نلاحظ أن شدة ثقل جسمنا لا زالت نفسها أي أنها لم تزداد بسبب إضافة المزلاجين ولكن ما هو تفسير؟ أننا نتمكننا من السير على الثلج باستخدام المزلاجين نفسر أننا نتمكننا من السير على الثلج باستخدام المزلاجين عندما نضع أو عندما نسير واضعين المزلاجين يتوذع ثقلنا على مساحة أكبر من مساحة القدمين فتخف القوة على وحدة السطوح لذلك يخف تأثير الجسم مما يسمح لنا بالسير على الثلج كما ذكرت منذ قليل أن العلاقة بين الضغط ومساحة السطح علاقة عكسية هنا توزع الثقل على مساحة أكبر من مساحة القدمين فالمساحة أكبر وبالتالي الضغط أقل وفي نفس الإسلوب إذا أردت أن تقطع قطع من اللحم مستعمل أن أجيها العريضة للسكين نلاحظ أنك لا تستطيع تقطيع اللحم حتى لو كانت شدة القوة التي تبدلها كبيرة ولكن إذا بدلت جهدا أقل مستعملا الجهة الحادة للسكين فبإمكانك تقطيع اللحم لماذا؟ لأن تأثير القوة على مساحة صغيرة يكون أكبر من السابق سأقوم بطرح سؤال عليكم يدخل النجار الطرف الحاد للمثمار بدلا من الطرف العريض في لوح الخشب فسر ذلك لماذا يقوم النجار بإدخال الطرف الحاد للمثمار بدلا من الطرف العريض؟ لأن الضغط يزداد بنقصان مساحة السطح الذي تتوزع عليه القوة والآن تعالوا معي أعزائي الطلاب لنفكر معنا في أي من الحالات الآتية يحتمل أن لا ينفجر البالون عند الضغط عليه من الأعلى إلى الأسفل؟ لاحظوا معي الحالات الآتية الحالة رقم واحد يوجد لدينا بالون مستند على دبوس واحد نقوم بالضغط عليه من الأعلى إلى الأسفل بقوة معينة هنا يوجد لدينا بالون مستند على دبوسين هنا بالون مستند على ثلاثة دبابيس هنا بالون مستند على خمسة دبابيس أي من الحالات التي يحتمل أن لا ينفجر البالون عند الضغط عليه من الأعلى إلى الأسفل؟ لنفكر معنا عند وضع البالون على دبوس واحد فإن المساحة التي يؤثر بها البالون على الدبوس تكون صغيرة لاحظوا معي المساحة صغيرة جدا مما يجعل ضغط البالون على الدبوس كبيرا لاحظوا معي المساحة التي يستند عليها البالون على دبوسين أكبر من دبوس واحد المساحة على ثلاثة دبابيس أكبر من دبوسين هنا المساحة كبيرة جدا يتوزع البالون على مساحة كبيرة وبالتالي احتمال انفجار البالون رقم واحد كبير جدا أما عند الضغط على البالون المتوضع على عدد دبابيس فإن المساحة التي يؤثر بها البالون على مجموعة دبابيس تكون كبيرة جدا فيتوزع الضغط على الدبابيس مما يقلل الضغط الواقع على كل دبوس وبالتالي الجواب البالون الذي يحتمل ان لا ينفجر عند الضغط عليه من الاعلى الى الاسفل هو البالون رقم 4 احسنتم الذي يستند على خمسة دبابيس كيف يمكننا حساب الضغط؟ يمكننا حساب الضغط من القانون الاتي الضغط يساوي القوة المؤثرة على السطح مقسومة على المساحة التي تؤثر عليها القوة ذكرنا منذ قليل أن الضغط يتعلق بعاملين ومن خلال التجارب السابقة أثبتنا أن الضغط يتعلق بعاملين وهما شدة القوة الضغطة والمساحة التي تؤثر عليها القوة وقلنا أن الضغط يتناسب طردا مع شدة القوة وعكسا مع مساحة السطح أي يزداد بزيادة شدة القوة ويزداد بنقصان مساحة السطح نقوم الآن بالتعبير عن هذا القانون بالرموز الآتية B تساوي F مقسومة على S حيث يرمز للقوة المؤسرة على السطح بالرمز F القوة الضغطة يرمز لها بالرمز F وواحدة قياسها في الجملة الدولية نيوتون يرمز لمساحة السطح التي تؤثر عليه القوة بالرمز S وواحدة قياسها بالجملة الدولية متر مربع يرمز للضغط بالرمز B وواحدة قياسه بالجملة الدولية لاحظوا معي من القانون واحدة قياس القوة هي نيوتون مقسومة على واحدة قياس مساحة السطح هي متر مربع فتصبح واحدة قياس الضغط نيوتون على متر مربع نيوتون مقسومة على متر مربع تكافئ الباسكال الباسكال يرمز لها بالرمز PA وبالتالي أصبحت واحدة قياس الضغط هي الباسكال PA وتكافئ نيوتون على متر مربع يوجد واحدة أخرى لقياس الضغط وهي البار حيث أن واحد بار يساوي مئة ألف باسكال تعالوا معا لنقوم بحل هذا التمرين جسم ثقله مئتان نيوتون يستند إلى سطح أفقي مساحته 0.01 متر مربع المطلوب لاحظوا معي هذا هو الجسم ثقله مئتان نيوتون يستند على سطح أفقي مساحته 0.01% المطلوب حساب الضغط الذي يؤثر به الجسم على السطح الأفقي لحساب الضغط نقوم بكتابة القانون الآتي P تساوي F مقسومة على S الضغط يساوي شدة القوة الضغطة مقسومة على مساحة السطح الذي تؤثر به القوة أو تؤثر عليه القوة نقوم بالتعويض من نص المسألة F تساوي مئتان نيوتون نقوم بالتعويض S مساحة السطح من نص المسألة 0.01% P تساوي مئتان مقسومة على 0.01% نقوم بالعملية الحسابية عملية القسمة في صبح الناتج 20 ألف الواحدة نيوتون مقسومة على متر مربع أو باسكال نقوم بحل تمرين آخر جسم ثقله W تساوي W تساوي 12500 نيوتون يستند إلى سطح أفقي مساحة سطحه S هنا مساحة السطح غير معروفة فيؤثر عليه بضغط P تساوي 50 باسكال احسب مساحة السطح الأفقي لدينا قانون الضغط P تساوي F مقسومة على S شدة القوة مقسومة على مساحة السطح هنا الضغط معلوم شدة القوة معلومة ولكن تلبع مننا حساب المساحة نقوم بالاستفادة من خواص التناسب فنتوصل لقانون مساحة السطح من قانون الضغط S تساوي F مقسومة على P تساوي نقوم الآن بالتعويض F شدة القوة أو الثقة للجسم تساوي 12500 مقسومة على 50 الضغط نقوم بعملية القسمة فيصبح الناتج 250 الواحدة متر مربع واحدة مساحة السطح ننتبه هنا متر مربع وإلى هنا أعزائي الطلاب نكون قد أنهينا درس الضغط لهذا اليوم أتمنى منكم أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بهذا الدرس استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته